انا بقى ابن جورج وايا ورئيس اللايبيريا طبعاً تيمو تي وايا تيمو تي وايا اللاعب اللي سجل الهدف منتخب امريكا في الهبراط ويلز هو ابن الرئيس اللايبيري وابن نجم ليبيريا جورج واي وده حدث انت حكايات غريبة او نهارده دكتور وكلها في كاس العالم يعني اخ بيلعب في فريق والتاني بيلعب في فريق رئيس دولة ونجم بلد ابنه بيلعب في منتخب تاني طبعاً فده برضو من الاحداث الغريبة من نسبة لنا وفيه يمكن على سوشال ميديا نقاش كبير عن القصة دي هل كان الاصح انه هو يلعب مع منتخب بلاده ليبيريا كنت لست اقولك ويمكن في ناس تانية تقول انه منتخب ليبيريا حظوه مش كبيرة يمكن جورج واي كان عنده حلم انه هو يلعب في كاس العالم طبعاً ما قدرش انه هو يحققه ويمكن دلوقتي ابنه تميت واي هو اللي حقق له الحلم ده بوجوده مع منتخب امريكا والجلي الحالي القول لمنتخب امريكا وسجل كمان في اول مباراة فيمكن فيه شوية دبيت خاصة ان جورج واي مش مجرد اسطورة ونجم الكرة الاول في ليبيريا تبعى رئيس الدولة فيمكن كان فيه دبيت برضو فيما يخص قصة تموتو ويا وهو ابن الاسطورة جورج واي بس جورج واي رئيس ليبيريا حالياً تفرق يعني انا رئيس الجمهورية وابن بلعب في منتخب امريكا منطقات محدش انتقده محدش لامه في القصة دي وكرئيس دولة يعني يمكن في الاعلام اللايبيري ما ظهرش منه قصص او حكايات كتير عن الموضوع ده معظم التخطية كان تخطية للحدث في الميديا العالمية ان ابن الاسطورة جورج واي بيظهر في كاس العالم مع منتخب امريكا لكن يمكن ما ظهر لناش حكايات او قصص عن رد فعل الاعلام اللايبيري عن ظهور اللاعب وعبارده خلينا نقول كابتن طارق يعني ممكن يكون الاعلام في ليبيريا اكيد زعلان ابن رئيسي البلد مش بيظهر لكن فرصهم في الوصول لكاس العالم مش كبيرة يعني في النهاية تموت ويا كلنا دلوقتي بنتكلم عن ليبيريا هو بيحمل في النهاية القرص بتاع ليبيريا في الكورة في البطولة ممكن يكون ده سبب رئيسي في ان جورج واي محاولش ان هو يجيبه متخب ليبيريا طبعا قالك امريكا ممكن تسعد كاس عالم مستور في امريكا افضل من ليبيريا بس برضو ارجع اقولك ده رئيس دولة طبعا على المستوى الفردي بالنسبة لمصلحة ابنه ده كان الافضل وزي ما قلتلك برضو في جزء احنا مش قادرين نشوفه بشكل كويس او نعرف ردو الفعل في ليبيريا ممكن الناس في ليبيريا تكون مبسوطة عندهم لعيب من بلدهم وابن رئيس الدولة بتاعهم بيلعب في كاس العالم وبيسجل هدف خاصة ان فرص ليبيريا في الوصول لكاس العالم خلانكم متفقين فرص قليلة جدا وشححة جدا ان المنتخب ليبيريا يوصل لكاس العالم فيعتبر اللاعب بيحمل القرس اللايبيري في بطولة كاس العالم بدليل ان احنا هنا في مصر بنتكلم عن لاعب وبنتكلم عن دولة ليبيريا وبنحكي الحكاية بتاعته هو جمع ما بين حكتين مهمين بيزر الوالد ان هو وصوله ليبيريا طبعا بيلعب في كاس العالم وحقق حلم أبوه اللي ما حققهوش وهو لعيب لعب كسر العالم فدي برضو يمكن زي ما تقول إيه راد الطموح شوية جورج ويا بالنسبة جورج ويا كان لعيب طبعا اللعيب الإفريقي الوحيد اللي فاز بجائزة أفضل لعب في العالم لا لعيب لعب كان هايل حقيقة جورج ويا مع سامول إيتو الاثنين حقيقة كانوا مجسرين دينا داف كان في برشلونة وجورج ويا كان في الميلا في الميلا برافا